اهلا بكم في فيديو جديد بسلسلة فيديوهات اللايتينج كالكوليشنز او حسابات الانارة مع كل مهندس برايم البدء وان شاء الله في الفيديو ده هنبتد نتكلم عن الامرجينس لايتينج او انارة الطوارئ تمام طيب اه اه انارة الطوارئ اه فيما تستخدم انارة الطوارئ هو انا ليه بحط انارة الطوارئ في المبنى اناره الصدريبية وان انارة الطوارئ لما تفصل المحول او طيار المدينة المفروض ان تتنورها فهل تتنور عشان تعرقنا الطريق او ماذا لان استخدام الرئيسي لها. فقال لك ان او ايه هي الاعتبارات اللي انت بتاخدها وانت بتصمم انارة الطوارئ. فقال لك ان اول حاجة اه انت مش بتنورها علشان اه تنور الاعدة بتاعتك اللي انت قاعد فيها ولا علشان تنور المكان وتبتدي تكمل الاشغال اللي انت بتشتغلها. لأ ده اول استخدام لها او او هي او كل او الطوارئ دي انارة الطوارئ دي اخترعوها او دخلوها في انزمة الانارة علشان اول حاجة تعرفك بتاعت المبنى او ممرات الهروب. يبقى رقم واحد بتستخدم علشان تورينا بوضوح ممرات الهروب. يبقى اول مكان انت بتحط فيه هو ممرات الهروب لان طبعا ممرات الهروب دي من الحاجات الانسينشية او الرئيسية في المبنى اللي بتحفظ حيوات الناس. تمام؟ طيب. الحاجة الثانية غير ان هي بتوريك ممرات الهروب هي بتعمل لك حاجة اسمها سيف مومنت. سيف موفمنت. سيف موفمنت. يعني ايه سيف موفمنت? موفمنت. يعني حركة مؤمنة. يعني ايه حركة مؤمنة? يعني بت اه بتي بتعرفك انه هو ده طريق. بس برضو بتعرفك ايه اللي موجود في الطريق عندك بحس وانت ماشي مثلا ما تقعش في حفرة ما يكونش في حجز وتخبط هذا ما نسميه سايف موفمينت الثالثة بريفنت بانيك يعني ايه بريفنت بانيك يعني انت مثلا حصل عندك الكهرباء قطعت وحصلت حريقة فنرط الطوارئ لما بتكون شغالة وبتهديك او بترشدك لممرات الخروج انت بيكون عندك نوع من انواع الطمقنينة بعض الطمقنينة اللي بتخفف الصدمة او هول الصدمة في بدايتها تمام فاكون كمان ان انت بتكون موجود في مبنى وبتلاقي كده اشارات خضرة او اشارات حمرة او اسهم او كشفات ببطارية ده بيديك برضو نوع من انواع الطمقنينة وانت ماشي في المبنى ان فيه نوع من انواع السفتي الموجودة في المكان تمام طيب كمان بتوضع انارة الطوارئ غير انها بنحطها في الممرات وبعدين بتأمنك حركة الخروج بتاعتك وبتمنع الصدمة بنحطها الاماكن الزيادة اللي احنا بنحطها فيها بنحطها فيها بنحطها على الفاير اكويبمنت يعني انا لو انا عندي ممر بالشكل ده والممر ده محتاج كشاف طوارئ وكشاف طوارئ وكشاف طوارئ كده فلو انت عندك هنا معدات حريق في المنطقة دي هتبتد انك تحط عليها كشاف طوارئ علشان تظهرها للعيان لللي بيمر هنا في المنطقة الانارة دي هتكون كنوع من انواع المساعدة في الفاير اكويبمنت ايدنتفيكيشن انك تقدر انك تتعرف عليها وانك تقدر تستخدمها الفاير اكويبمنت دي بتشمل الطفيات بتشمل الكبين بتاع الحريق بتشمل المانوال كول بوينت اللي هي الكواسر الكواسر بتاعتك كل دولة لازم يكون عندهم انارة الحاجة الاخيرة او ممكن يكون في حاجات كثيرة بس يمكن في حاجات كثيرة بس احنا اختصرناهم في المجموعة دي انها كمان بتعرفك اماكن الفيرست ايد ايه هي الفيرست ايد اللي هي الاسعافات الاولية صندوق الاسعافات الاولية لازم يكون محطوط عليه انارة طوارئة بحيث مثلا لو انت بتسعف حد والكهرباء قطعت تبتد تقدر انك تكمل الاسعافات بتاعتك بوصف انارة الطوارئ اللي هي موجودة عندك تمام طيب انارة الطوارئ دي كلاسيفيكيشن نقول هنا كده امرجنسي لايتنج كلاسيفيكيشن بتتقسم لنوعين رئيسيين تمام النوع الاولاني بنسميها سيلف كونتنت والنوع التالي بنسميها سنترالايزد سبلايت نوعي من الفرق المابلل 2 قال لك ان السيلف كونتنت دي عبارة عن ايه قد الكشاف بتاعك وبيكون جواه البطارية بتاعك السنترالايزد يوب اس بطاريات يعني فتبقى الانارة دي انارة او التغذية دي تغذية مركزية والتغذية دي كل واحد قائم بذاته ممكن بيقسموها تقسمة تانية ايه هي التقسمة التانية التانية دي بيقولك منتند او نن منتند يعني ايه منتند ويعني ايه نن منتند قال لك منتند دي يعني الكشاف ما بيشتغلش الا لما الانارة تقع يبتدي ان هو يقوم المنتند دي يعني هو شغال سواء الانارة قطعت او ما قطعتش بيكون هو منور ايه 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 ممكن انك تشغلها او ممكن انك تشغلها تمام الحاجة الاخيرة اللي انا عايز اتكلم عليها هنا قبل ما نقفل الفيديو بتاعنا ايه ايه انارة التوارئ دي بتتغذية ازاي او ايه هي الطرق المختلفة لتوصيل انارة التوارئ الحقيقي ان انت بيكون عندك هنا كده مثلا ده المحول بتاعك بيبقى متوصل على اللوحة بتاعته اسمها الام دي بي اه الام دي بي بيطلع منها تغذية بتغذي النورمال التغذية النورمال بتاعت المبنى وفي تغذية بيسميها الاميرجنسي والاميرجنسي دي بتدخل على حاجة اسمها ايتي اس والايتي اس ده بيدخل عليه الجنريتور بحيس انك تاخد من المنطقة دي كده تبتدي انك تغذي الاميرجنسي لايتنج تمام؟ يبقى انت الاميرجنسي بتيجي منين بتكون من طلعة من اللوحة بتاعت ايه ال ايتي اس يبقى انت عندك المحول ده لو وقع فانت دي وقعت فيبتدي ان الجنريتور يقوم ويبتدي ان هو يغذيلك اللوحات اه الاميرجنسي او انارة الاميرجنسي بتاعتك طيب اه كده ممكن تكون ان ده اه جوه منه الاميرجنسي كشفات الاميرجنسي دي ممكن يكون ان هي جوها بطارية او ممكن ان احنا نعمل حاجة تانية ان احنا نوصلها على يو بي اس وبعدين ناخد من ال يو بي اس ونوصل على الاميرجنسي لايتنج بالشكل ده بحيس ان لو الكهرباء دي قطعت فالجنريتور بيقوم ولو الجنريتور وقع اليو بي اس بتاعنا شغال وهو يو بي اس مركزي اه اللي احنا قلنا عليها اللي هي هنا دي اللي هي الرسمة دي تمام اه يبا دي اه قلنا يبا دي التوصيلة بتاعتك بتاعت النورمال بعد كده دي التوصيلة بتاعتك بتاعت والتغذية اللا مركزية اه الخاصة دي الاميرجنسي لايتنج ولو انت عايز تغذيها مركزي بتحط يو بي اس وتبتد انك توصل من بعد اليو بي اس بتاعك دي طرق التوصيل المختلفة اه اه تكلمنا عن انو الخاصة باللايتنج قلنا ان هي ممكن تكون تغذية مركزية او لها مركزية وقلنا ان هي ممكن تكون مينتند او نون مينتند نون مينتند يعني ما تشتغلش الا اذا التهربة اطعت مينتند يعني شغالها ل 24 ساعة والكمبيند يعني ممكن تشغالها كده او ممكن تشغالها كده وبالنسبة لقلنا ان الاستخدامات الرئيسية بتاعتك بتاعتك بتستخدم علشان تعرفك ممرات الهروب فين وتأمن الحركة بتاعتك داخل ممرات الهروب وتمنع صدمة الحادثة وكذلك تعرفت اماكن الفاير اكوبمنت واماكن الاسعافات الاولية شكرا وشوفكم في فيديو جديد